يشك بالإنسان عليه يقول يجيك مثل الروية يقول يجيك حتى يحسبون له إلا صار بالبرد صار بالبشتة أو صار بالقيد نعم ولكن نستطرد بكلام أخونا أبو من أبو ناهي يقول قبل شوي عن الرقية ابن تيمية في الفتاوي قال إن التوراة والزبور والإنجل والتوراة كلها مجموعة في القرآن والقرآن كله مجموع في المجمل والمجمل كله مجموع في المفصل والمفصل وين مجموع في الفاتحة والفاتحة وين مجموعة بإياك نأعبد وإياك نستعين يفسر بن سعدي وغيرهم المفسرين إذا تبتقرأ على أحد أو إن كنت في صلاتك الله أكبر يوم تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي ثم هنا هنا الفكس اللي أنت بترسله همنا كلنا ما نرسل شيء الفكس عندنا متعطل إياك نعبد وإياك نستعين نقولها بدون أي نية وش نبي يعني إذا كنت أبغى وظيفة إياك نعبد يقول الله هذه بيني وبين عبدي ولي عبدي ما سأل وش سأل طيب وإنت في صلاتك الحين صلاتي صلة ما بين العبد وربه إياك نعبد وإياك نستعين هنا أنت ما رسلت شيء إياك نعبد وإياك نستعين ومشيته ومشيته ولكن إن والنية اللي عندك المشكلة والله إنك تشوفها قدام عينك ولكن حنا مقصرين بهذا الأمر فأنا جاب على كلامك الحلو الجميل والله موضوع الرقى وموضوع التفسير الأحلام وموضوع تحليل الشخصيات وموضوع توقيعك تبين شخصيتك وأمور كثيرة لا شك أنه نقول إنها علوم إن شاء الله وإنها من العلم يعني نقول المتعلم المتخصص المتخصص المزكة اللي يحمل شهادة واللي إن شاء الله سيرة حطرة وأمرها إن شاء الله بين الناس هذا نقول لا بس لكن المشكلة دخلاء المهنة أو المرتزقين اللي الحقيقة صاروا يتصيدون العالم هنا هذي إشكالية بس أنا هذي إشكاليتي مع الجميع في كل علم سواء في التفسير الرؤى أو حتى في قضية الاستشارات المالية يعني الحين يجيك واحد بعد كاتب عن نفسه مستشار مالي واحد كاتب نفسه مدقق حسابي واحد كاتب عن نفسه مخلص من وهو أصلا ما يعرف قواعد ألف باء رياضيات ما هو متخصص برياضية وقاعدين يشتغلون يأكلوا المال للناس بالباطل وهذا نشوف إنه هالمال هذا اللي موجود عنده الآخر هو أمانة أمانة عنده وحنا واجبنا كمجتمع إنه إحنا نوعي هالرجل اللي بيفرطه في أمانته لأنه المال هذا اللي عندها المسلم هذا هو مال له وللأولاده وللمجتمعه وللناس اللي يرجون مده ويرجون حطاءه ويرجون جوده يعني إحنا الآن مثل الأوقاف هذه اللي موجودة زين إذا كان الإنسان مقتدر وعنده شيء زي تبرع فيه أم الوقف أو تبرع فيه الصدقة لكن إذا صار هالإنسان هذا راح يمي أنا يا أبو ثامر وجاني طال عمرك وكليت ماله ولعبت فيه خلطه معدم فلا هو اللي يقدر يتبرع وله اللي يقدر ينفق على عياله وله اللي قادر بعد يعين نفسه في المقام الأول فأنا أعتقد أنه واجبنا تجاه المجموعات هذه هو التوعية التنوير الإرشاد بس وش اللي خلاك أبو صالح أنت أبو علي يعني أبو علي هذا بنجيه في موضوع الرؤى بس وش اللي خلاك أبو صالح تقرى في تفسير الرؤى والله يعني هواية هواية بس هواية هواية والمهم تغمقت البارح وش أكلت وش نوع عليك اللي أنا أكلت وش المشروب اللي أنا شربت وش اللي أنا شفت وش يعني قد جهت من هنا ومن هنا لا تتحلم وت يا رجال الله يدفع البلاء بل أخير جهني واحد ورصحني وقال افتك منه يا أخي هذه الحقيقة اجت هدو عليها وشي مخت وشي مصيب لكن ما لكم الأمور هذه كلبوها خلها على جنب وتوكل على الحي القيوم وقرأ القرآن وخل نية طيبة وخل أخلاقك طيبة ومشيت على الطريق دي وتركت هذا الكتاب والناس هي يعني هذه جهود وقد يكون شي يخطب شي يصيب عبرت يا أبو لا والله ما عبرت لا بد أنا من نفسك من نفسي وبعد أنا قلعت عن الدفتر ذا إيه لحيذني شك بالإنسان إيه شك والحمد لله سبحانه أبعد عن الشكوك وعن الظنون وعن وزي النية كوتزين أبشركم خلالكم دع ما يريبك لما لا يريبك أبدا دع ما يريبك لما لا يريبك يا سلام هذا الصح أبو علي تقول أنت فسرت عبرت يا أبو علي أنا بقول لك عن حاجة لأنه هذا بقامر هنا ديس المدام التعبير لكن طيب تشغل المايك أول آشاء الله يا رجي يا شقردي يا شقردي يالي تشغل المايكات الشباب كلهم وتشغل المايكات لأنني كنت أكلم وفقك الله يسمع أسمع الآن أسمع مية مية الله يحفظ يحفظكم يسمع شكرا يا متابعين الكرام يا سلام إلا من باب طال عمرك قلنا لك المجلس هذا يعني ما هو إلا لكن نستبيد من الشخص هذا أنا أول مرة أشوفه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله في كلمات هذه عنوان كتاب سيماه في وجوه وعرفت إن شاء الله أنه يسان صادق أولا مع الله ومع نفسه وصاحب دراية وعط الخبز خبازه دائما هذا الباب أنا أثني عليه في اللقات بسيطة شفتها وأنا ما أقول له شيء يسير مما عنده لكن من باب أنه من كتب منكم علما أنا بنوه بسرعة بسيطة على موضوع التطرق لعليه قدام شوية حسب ما سمعت يا أبو ثامر حسب ما سمعت أولا كل واحد يلقي عياله أمرأة طفل كبير صغير أب بما تحفظ من القرآن وبما تستطيع تقرأ حتى لو تعتع في الحرف هذا أنتهينا من الباب هذا أنفث أقر الفاتحة سبع مرات أنفث في كاسما وسق ولدك إذا تغير تغير واضح غير الشكل الطبيعي ما في حرارة بسيطة أو التواءات في وجهه أو كذا وهذا أعطاه للسعاف الأولي بكلام الله اسقه وأمسحه من هذا الماء هذا السعاف أولي ولا يكلفي شيء ولا يكلفك شيء أيها الله إذ أرقوا مريضكم إلا حاجة وحدة وأنا مسؤول في الكلام هذا حسب ما سمعت السحر واضح العين واضح والحسد واضح كيف ليت فلسفلي يقول عندك عين قوية لا ما على الله قوي يو الله واللي يقول عندك سحر وما بسحر واحد مرة قلت حسب الخبرة ها فهمت عليك قال لي المرة مسحورة وعندها والسوي كده وكده قلت اسمع قال نعم أوهام قلت أنا بجي إذا كان فيها شيء أنا أطلع لك يا بإذن الله يعني حسب ما قال لي واحد جيت عندك قلت والله ما فيها سحر إلا كان لديها عاملها والله هم قيلوا لهم مسحورة يقول ما انتهيين سحر السحر لها على مرات أوهام أوهام لها طرق لها أمور لا تخفى على العاقل هذا لا إرادي وما لا إرادي يعني يعمل غصب عنك العين هذه مصيبة وإذا تمكنت من الشخص صاري الحق عليه لكن ارقوا عيالكم ارقوا كده فإذا تغير ها ها فهموا عليه ها رسالة إذا تغير وقام يتكلم بكلام ما تفهمونه أو يتشدق أو نطق اسمها قال أنا جرين فلا تأخذوا تعطي معاه اذهب لأي راقي متمكن يتعامل معاه هذا لا تذبح ولدك أو يتفلسف عليك سووا لي كده أو أعطاه كده سووا له أغاني بعض الناس يقول دق له الزير ودق له كده خليه عشان يطلع هذا قصدك الاستنطاق استنطاق اي اي وإذا نطق أنا أقول ارقوهم كلكم ترقون لكن لو حصل واحد في الألف أنه تكلم طفل أو تكلم كده أو امرأة وقالت أنت وليش أنتو كده وأنتو كده وانا جايها من كده كده خلي الكلام زي ما هو ودوه لأقرب متعامل مع القرآن يعرف يتعامل مع الحالة حتى ما تأثر على هذا ولا يتشرط على كرطاته طول المسألة وتصدق أنت هذه رسالة تشهد لإن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى الشيء الثاني وواضح بالنسبة للمسحور المسحور علامة خطوط هذا مهما قري عليه وغاب عن الوعي وقام يصرخ تراه معاك جالس يعرف أن هذا أبو علي وهذا أبو ثامر وهذا أبو نائب وهذا أبو صالح وهذا كده وبعدين يخجل كمان ليش أنه موجود في الجسال إذن ويعرف وش تقوله من صغيرة إلى كبيرة حتى لو كان طائح أشتكفين بالله أيوة إذا كان النوعين يغيب عن الوعي أي هذه علامات نعم لكن قلت لكم ما أكل شي عين إذا تغير تغير واضح سار فيه لفتات في الوجه أثناء القراءة وترى ما يفعل صوت القرآن لو أشتغلت الأمسيق قال لي ما يضحك بعض الناس دعين اللي عنده من نفسية أنا قلت آخرها الواحد في مكان قلت لك تنبسط من السوال في الضحك وكذا قال لي و قلت لك أن القرآن لا تضايق قال لي والله قلت خلص خلزم هذا غصب عنك لو واحد جاء عندك أبوك إذا كان قال لك لا طاعة المخلوق من معصرية الخالق قال له جاء عند باب المسجد قال الله لا تصلي يش تقول لا والله صلي ما بالك الشيطان يعترضك وقال لك لا تسمع الكلامات والغوا فيه لعلكم تغلبون الله قال نعم لا حافظ على ذكار عنده من الفاتحة وأي ذا بيستخدم الإنسان من أعطاه قدرة على أي شيء من الأشياء هذه ولا يستخدمها في الدعوة فهو ما في خير ما في خير إذا ما تستخدمها في الدعوة من وهذا وأنت إذا كنت عندك أبدا من الفاتحة إلا قل عذر رب النار اجعل لك وردي يومي في الصباح الأفضل صلاة لأن القرآن الفجر كان مشهود في صلاة الفجر وصلاة الفجر والجماعة والمفروضات عليك في وقتها خل أقر صفحة صفحتين عشرة ابدا من بنية التقرب إلى الله بنية الشفاء بنية البركة وبشتر بالخير فهذا تعريج بسيط أما يقول أن مثلا ما أدري يقدر واحد قال لا يجي المس على مسلم ولا مؤمن لا هذا في مشايخ التلبس يعني يأتي على حتى مشايخ حتى رسو صلى الله عليه وسلم أو سحر لكنه لم ينطق لأن رسو صلى الله عليه وسلم أتى هذا العلم والعلم عند الله